يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل يا صديق أو يا رفيق عندما يقول هذا الشخص الكافر عندما حكم قول الشخص لآخر يا صديق أو يا رفيق عندما يكون هذا الشخص كافر اللفظ الذي يشعر بالحب لا يجوز الصديق يشعر بالحب ولا قد يشعر بالحب لا يجوز هذا وفذلك الرفيق دي معنى الصديق وشير بلحب ناني.